وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بالسياغة مسار تنموي متطور ومتكامل في محافظة شمال سيناء يتسق مع أهمية وخصوصية المكانة الفريدة لسيناء ويتناغم مع جهود الدولة المماثلة في كل ربوع مصر جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس المخابرات العامة ووزير الدخلية ومحافظ شمال سيناء لمتابعة الموقف التنفيذية لجهود التنمية الشاملة بشمال سيناء وخلال استقباله الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية وعدد من كبار مسؤولي الشركة ثمن الرئيس سيسي العلاقات المصرية الإيطالية المتميزة والشراكة الممتدة مع شركة إيني معربان عن التطلع لمواصلة التعاون المثمر بين مصر والشركة في مجالات البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع التق استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية وعدد من كبار مسؤولي الشركة وذلك بحضور المهندس طارق الملة وزير البترول وسروة المعدنية صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس سمن خلال اللقاء العلاقات المصرية الإيطالية المتميزة والشركة الممتدة مع شركة إيني وما تنفذه الشركة من أنشطة متعددة في مصر وفقا لأعلى المعايير العالمية معربا عن التطلع لمواصلة التعاون المثمر بين مصر والشركة في مجالات البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة وتعزيز النجاحات الكبيرة التي تحققت في هذا الصدد خلال السنوات القليلة الماضية من جانبه آرب رئيس شركة إيني عن اعتزازه بالتعاون مع مصر في ضوء الروابط الوثيقة بين مصر وإيطاليا مؤكدا الأهمية الكبيرة التي تمثلها مصر كأحد أهم الأسواق لنشاط وعمل الشركة على مستوى العالم في ضوء الفرص الوعدة التي يتمتع بها قطاع الطاقة في مصر لسيما مع الاهتمام الذي تليه الدولة والسيد الرئيس شخصيا لتطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم العائد منه لمصر وهو ما أسفر عن تأسيس نموذج للنجاح ينظر إليه عالميا بتقدير وإعجاب وقد استعرض السيد ديسكالزي في هذا الإطار تطورات الأنشطة التي تنفذها الشركة الإيطالية في مصر التي تتم وفقا لأعلى معايير الكفاءة مشيرا إلى أن إني وشركاءها يعتزمون القيام باستثمارات جديدة في مصر خلال الأربع سنوات المقبلة بقيمة 7.7 مليار دولار في إطار حرص الشركة على تعزيز مشروعاتها الناجحة في مصر كما استعرض رئيس الشركة الإيطالية خطط البحث والاستكشاف المقبلة التي ستقوم بها الشركة وأنشطة عمليات التنمية التي ستمكن إني من الحفاظ على معدلات إنتاج كبيرة من الحقول وأشار كذلك إلى التقدم الذي تحقق في مشروعات كفاءة الطاقة والاستدامة والمتعلقة بالتحول في الطاقة وفقا لمذكرة التفاهم التي تم توقعها في مارس عام 2023 كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء أعباس كامل رئيس المخابرة العامة واللواء محمود توفيق وزير الداخلية واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لجهود التنمية الشاملة بمحافظة شمال سيناء حيث وجه السيد الرئيس بأن تهدف هذه الجهود إلى صياغة مسار تنموي متطور ومتكامل يتصق مع أهمية وخصوصية المكانة الفريدة لسيناء ويتناغم مع جهود الدولة المماثلة في كل ربع مصر وذلك بتكاتف جميع وزارات وهيئات الدولة كما اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على الإجراءات والجهود الكبيرة التي بوذلت تأفي سيناء على مدار السنوات السابقة من أجل استعادة الأمن والاستقرار بما يمهد طريقة لتنفيذ الرؤية التنموية للدولة والعديد من المشروعات القومية في سيناء بهدف توفير الحياة الكريمة ومستوى المعيشة اللائق لأهالي سيناء ترجمة نانسي قنقر